حميد من ناحية اخرى مصمم على عدم التخلي عن السودان على الرغم من اقتراحات والده وكانان في الاتجاه المعاكس وعندما تريد ان ترى سوهندان يظهر شخص غير متوقع امامك ان اللقاء بين عباس وحاميد الذي يحاول قبول نفسه في عائلة ميركان مرة اخرى لن يتحسن مرة اخرى مما يخلق نتيجة لن يمكن عكسها ابدا بعد هذا الحدث لن يبقى شيء هادئا في قصر ايدي ميركان واشيزاز كما كان من قبل ستدخل العائلتان في حرب كديرة سوهندان ايضا لا يختلف عن الزمرد المسافة بينهما وعاشت مع حميد سوهندان الاثار السيئة رئيس ديميركان ضيف غير متوقع لا يريد العودة الى القصر بعد محادثته مع سوهندان سيبدأ في التعتيم ازيميت ومعا القوى بحر صرحات بدأت تؤثر على العلاقة بين الخطوة الاولى والزمرد في حين يعتقد البعض انه هو التحرك بعناية اكبر صرحات الزمرد مشاعر تبدأ في التغيير ازيميت على نحو متزايد اكثر يلنيز لسمان عديفيد يقرر التمسك لهذا نعود الى فيلا ديفيد يجب ان الزمرد بيالو كات احب الزمرد مرة اخرى ديفيد وسيكون اختبارا رائعا سوف ازيميت والبحر والزمرد لزمالة صرحات لحظة بلحظة تصبح خطرا متزايدا صرحات الذي يفهم انه يجب عليه التعامل مع عدو جديد يجب ان يتوصل الى حل لحماية كل من احبائه والابرياء في المواقف الصعبة لهذا الغرض سوف تتطور الرفاق بينه وبين العالم ديسمبر الحقيقة التي يكتشفها سوهندان تفتح فجوة بينه وبين هم ديسمبر بينما يقع حميد في مأزق مستحيل يضع سوهندان هدفا جديدا لنفسه اطلاق النار على عباس سيكون له تأثير صدمة كبيرة ان هوية الشخص الذي اطلق النار عليه ستكون اكثر تدميرا لسريهات واميرالد المفابرة من ناحية اخرى سوف تتذكر مرة اخرى ما يعنيه المؤلد الضيف غير المعلن عن قصر اوشيزغ هو مرشح لتغيير جميع الارصدة في القصر هذا الضيف يزعد السلام ليس فقط من اوشيز اوشيز ولكن ايضا من ديميركان لا يستطيع سوهندان ان يقبل نفسه من قبل ابن حميد بينما يعاني سوهندان من حزن هذا فهو غير مدرك ان اياما اسوأ تنتظره تقع مليحة في وضع خطير للغاية على الرغم من انه يحاول اخفاء ذلك عن الجميع اكتشف اميرد وصرحات ما حدث لمليحة يجد صرحات عباس ويبحث عنه في كل مكان لطلب حساب بينما يهرب عباس من صرحات يلجأ الى شخص خاطئ للغاية قرار اميرد وصرحات بالزواج يجعل ازيميت يتصرف دون التفكير في النهاية صرحات والمثابرة تأتي الى نقطة الانهيار صرحات وامرالد على الرغم من الجميع وكل شيء يتزوجان في النهاية بعد كل هذه المشكلة يعدون بعضهم البعض لمجرد ان يكونوا سعداء ومع ذلك فان الخطة التي وضعها عباس من خلال مليحة قد تصارعت ايضا يتخذ الزمرد قرارا بعد كل ما حدث مع القرار الذي اتخذه زفر ميرمت سيتغير مصير ليس فقط صرحات ولكن القصر باكمله هل سيتمكن عباس من الهروب من خطاياه؟ ماذا سيؤدي القرار الذي اتخذه الزمرد الى؟ طلق صرحات ودينيس لا يمكن ان يكون الزمرد غير مبال بحب صرحات بعد الان سيهات وفير ميرمت بعد كل الالم الذي عانوا منه يريدون الوقوف في وجه كل شيء من اجل ان يكونوا سعداء ولكن حتى لو كان عباس بعيدا فقد بدأ في زرع بذور خطة خطيرة للغاية للفصل بينهما الى الابد عناد سوهندان يوصله الى نقطة انهاء علاقته مع حميد ومع ذلك فان العقل الذي سيعطيه دينيس سيمكن سوهندان من النظر الى علاقته بعين مختلفة وسيفتح له بابا جديدا عندما يدرك عباس انه سيتعرض لغضب صرحات يجد العلاج في الهروب بينما يعتقد عباس انه يحمي نفسه فهو لا يدرك انه على وشك ان يفقد اكبر حليف له ازيميت شرك صرحات الغاضب لعباس على وشك تدمير انكانية التواجد مع ميرلد مرة اخرى لا يمكن ان يظل الزمرد غير مبال بهذا الوضع الكارثي هل سيتمكن صرحات من العثور على الرقيب نيازي؟ هل سيتمكن اميرلد من اعادة صرحات من طريق لعودة هذا؟ الزمرد يبدأ العمل في ورشة العمل في العالم علم ديفيد انه لم يكن يتوقع ذلك في وقت واحد الزمرد من العالم غيور ومع ذلك فان الزمرد ملتزم بالقيام بالعمل الذي يحبه ديفيد وعائلته وبسبب وفاة عمه عباس صفلي ميرك من متى تجد الاجابة على شكوكك الصندوق الاسود لعباس النيازي الرقيب يذهب بعده القى به سوهندان حامد اسمي خطأا مدركا عودة ديميركان الى القصر ومع ذلك لا يمكن ان يكون هذا الفصل جيدا لكلهما عباس لفصل ديفيد والزمرد يخفت العين لكنه يدفع ثمن كل افعاله من خلال عدم قدرته على رؤية ابنه حديث الولادة سرحات يسرع اجراءات الطلاق ابنيس يمهد البحر ايضا الطريق لجمعيات اعمال جديدة لتكون دائمة في القصر عباس يذهب الى السجن بينما يدفع ثمنا ضاهظا لما فعله باميريد فان الغضب الذي يتراكم بدافله يجعله اكثر خطورة وقال انه لن يعطي السلام الى الزمرد وسرهات بعد هذا تبدأ الزمرد في البحث عن والدها عند تعلم ذلك تتخذ جيهان ايضا اجراءات لتكون مفيدة وقريبة من الزمرد الزمرد وجهان يسيران نحو الخطر خطوة بخطوة عندما يتعلم صرحات عن هذه الاشياء يدرك ان ايميريد يحاول عمدا ابعاده ومع ذلك من اجل حماية المرأة التي يحبها لا يتردد في القاء نفسه في النار يتمسك سوهندان وهاميت بالامل الذي استولوا عليه من اجل ان يكونوا سعداء لكن في عالمهم كل سعادة لها ثمن ايضا عندما يجتمعون للتو مع بعضهم البعض يأتي الانفصال الى الباب يبدأ دنيز في وضع خطط اخرى لازالة الزمرد تماما من حياتهم بينما يعتقد ان الالعاب التي انشأها تعمل فهو غير مدرك ان الحياة تلعب ايضا العابا اخرى له الحالة التي يجمع فيها ايراكا كوديكا بالصرحات وجيهان معا كآبين وضعوا جانبا عدائهم لبناتهم وتصبح موحدة انتهى فيديو المعلومات الخاص بنا الى الزمرد هنا لا تنسى الاشتراك في قناتي وتشغيل الاشعارات اشتراك في القناة ترجمة نانسي قنقر